السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطفل داخل سنة أولى فنسيبه؟ لا مش هنسيبه تعالى كده نشوف ايه اللي هيقابله في منهج Connect One وطبعا شكرا جدا مستر راجب أحمد مستر راجب عمل حاجة جميلة جدا وحاجة عظيمة جدا ملفات PDF فيها Flash Course المناهج فيها تمرين على المناهج شرح المناهج كل حاجة تتوقعها ما شاء الله عليه هو عملها الراجل ده عمل عظمة وانا شرفني ان انا اتعامل معه الملفات بتاعته دي اللي ان شاء الله يعني هنعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا سواء على قناة اليوتيوب او على صفحة الفيسبوك ما تنساش بقى انك تدعمنا بلايك جميلة جدا وحاسب لك كمان رابط التواصل مع مستر راجب لو انت حابب تحصل على الحاجات دي طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي منتظر طفل سنة أولى طبعا مش هنقول كله في فيديو واحد علشان يكون الفيديو الخفيف فتعالا كده نشوف الوحدة الاولى والتانية في منهج حيكون ايه اهم الحاجات فيها اللي يريد من دلوقتي نبدأ نركز عليها مع الطفل علشان يدخل الدراسة مرتاحة فمعنا ورقة وقلم محضرين هنكتب ممكن ناخد سكرينشوت علشان نجيب الطفل ونبدأ واحدة واحدة كده نقوله على المنهج الجميل اللي منتظره فيالله بينا موسيقى بص فيوني توان هو عليه التحية إزاي أحيي واحد فبقول له hello hello أهلا hello طيب أعرف نفسي عايزة أقول اسمي فبقول I'm وأقول اسمي فمسمونة قالت I'm Miss Mona اللي هي التيتشر بتاعتهم على فكرة الشخصيات دي هي مسمونة وهاني ويوسف وهنا وأميرة حيكونوا موجودين معنا أولى وتانية وتالتة طيب أنا برد على hello بhello واحد قدم لي التحية وقال لي hello فأنا هرد عليه وأقول له hello طيب I'm Miss Mona فقال لها hello I'm Honey فيوسف ايش معنا أنا؟ أنا كمان هقول اسمي I'm Yusif فهنا I'm Hannah وأنا هانا طيب عاوز أسأل حد عن اسمه يعني هانا أول مرة تشوف أميرة علشان نسأل عن الاسم What's your name? What's your name? What's your name? الطفل يعرفها برضو أو يعرفها هيدا هو الطفل حيدخل سنة أولى ويأخذ What's your name؟ بص من الآخر الأفضل علشان الطفل يرتاح في المناهج دي لازم يكون داخل سنة أولى عارف الحروف كلها وحافظ كلمات ويا سلام لو حافظ جمل أنا بكلمك بكل صراحة علشان الطفل يرتاح لكن هيدخل سنة أولى وهو لسه مش عارف الحروف؟ لا What's your name? What's your name? What's your name? What's your name؟ ما اسمك؟ I'm Amira بديس أل أميرة؟ أنا أميرة، أنا أميرة، طيب الكلمات اللي عندنا أول حاجة شخصيات الكتاب نعرفها ميس مونا، الناس هتعيش معانا لغاية سنة ثالثة ميس مونا، هاني، هانا، يوسف، أميرة بيزي بي برضو شخصية موجودة عندنا النحلة النشيطة، النحلة المشغولة، اللي ما بتوعدش سكتة، اللي ما بتكسلش ودايماً حنحتاجها في درس الفانيكس، درس الصوتيات، هي اللي هتيجي تعلمنا صوتيات Hello، أهلاً، أجي أقدم التحية Hello Goodbye، وأنا ماشي Goodbye، أنا ساب ناس وهامشي Goodbye أعرف نفسي I'm، وأقول اسمي I'm مصطفى I'm Amira I'm Hannah I'm Miss Mona I'm Hany I'm Yusuf What's؟ لما أجي أسأل What's؟ ماذا؟ أو ما؟ What's your name؟ ما اسمك؟ What's your name؟ الصوتيات هناخد حرف بي، وصوته ب ب ب زي باج، هو بياخد الحرف وصوته، ولما بياخد الحرف بياخده بالشكلين، اللور كيس والأوبر كيس، الكابتل وسمول، فبياخد باج، شنطة، بلو، أزرق، هنا سمول، بي زي بي ده اسم شخصية، فأول حرف في الأسماء كابتل، فهنكتب البي كابتل، بي زي بي، بس بي لما تيجي كلمة عادية نحلة، هتبقى سمول عادي، لكن لو جت اسم حد، بنعملها كابتل، بي كتاب، بي، نحلة، بس كلمات بحرف البي يعرفها كل درس لازم يكون فيه أو كل وحدة لازم يكون فيها جزء خاص بالفحونيكس بيبدأ بعد كده يعرف language لغة جميلة جدا و تعليمات زي افتح كتابك يبدأ ياخد open و close افتح open اقفل close your book طيب افتح شنطتك Open your bag Classroom language لغة الفصل اللي حيستخدمها Close your bag اقفل شنطتك Shake hands يسلم أو يصافح Shake hands Shake hands Play يلعب Play Play يطلع الهوى في ال-p sound ويعرف الجرامر لما أجي أسأل عن الاسم What's your name أرد I'm وأقول I'm فلان أنا مين ده مين ده هاني طيب هنسأله عن اسمه هنقوله What's your name هو هيجاوب I'm Hany ده مين هنسأله عن اسمها What's your name اسمك إيه هتقول I'm Hanna خلي بالك من ال-h Capital ليه أول حرف في الأسماء Capital What's your name ما اسمك I'm Yusuf What's your name مسمونة هتقول I'm مسمونة ولو سألنا بيزي بي What's your name هتقول I'm بيزي بي هي عني التو Listen Hany Touch your nose يوسف بيكلم هني بيقوله Listen اسمع انتبه لي أنا هقولك حاجة مهمة انصط لي Listen استمع هني يا هني Touch your nose المس أنفك هياخد touch المس وهيبدأ يعرف أجزاء الجسم Nose الأنف طيب لما ألمس أنفي هقول This is my nose This is my nose هذي هي أنفي إيه دا دا هاني شطور الشطور نقوله Well done Well done Well done هاني Well done هاني أسقف له Well done هاني وأبدأ مع الطفل أنا أسقف له وأقول له Bravo عليك Well done هاني وأعمل معي أو Well done وأقول اسمه وأعمل معي الجيم دي أقول له مثلا بعد ما يأخذ أجزاء الجسم Touch your eye حيلمس العين This is my eye أسقف له وأقول له Well done ونعرف أجزاء هي أجزاء الوجه Eye العين Nose الأنف Mouth الفم Ear الأذن Hand اليد وبرضه أبدأ أديله Instructions زي Sit down Odd Stand up أقف Touch المس علشان أقول له Touch your eye Touch your nose Touch your hand Listen اسمع عاوز حدي ينتبه لي يقول له Listen اسمع Sing يغني أو غني Sing Turn around يستدير Turn around Clap your hands سقف Clap your hands Clap your hands طيب ومنسبة للفانيكس بياخد صوتين اله والن Sound هم كأصوات ما بيلخبطوش لكن ككتابة في طلبة كتير جدا لما بتيجي تكتب الـ H Small والـ N Small الأطفال ممكن تلخبطهم في بعض ممكن يعمل اللاين بتاع الـ H صغير فيباني أنه هو N أو يطول اللاين بتاع الـ N فيباني أنه هو H فكويس أنهما أخدهم مع بعض عشان يعرف الفرق بينهم الـ H صوتها ها 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 زي Hand Hair شعر هانا هاني خدت بالك خدت بالـ Small والـ Capital بالشكلين الـ N زي Noha Nose الأنف Neck الرقبة خلي بالك برضو الـ N Capital والـ N Small وفي لسن 3 بيبدأ يعرف Wash my hands أغسل إدية Wash my face أغسل وجهه ممكن يقول I wash my face Brush my teeth Brush my teeth Brush my teeth أغسل أسناني بالفرشة Brush my hair Brush my hair I brush my hair أسرح شعري يفضل أنك تقوله I brush my hair Wash the salad I wash the salad أغسل السلطة ويبدأ يأخذ الكلمات المفردة زي Face الوجه علشان Wash my face Hair الشعر علشان brush my hair Teeth الأسنان يبدأ يبقى سهل عليه بعد كده Brush my teeth Salad علشان يبقى سهل عليه Wash the salad Clean نظيف يقول I'm clean أنا بعمل الحاجات دي كلها فبالتالي I'm clean خلي بالحضرتك وخلي بالحضرتك مناعي كرنكت عموما هي قائمة على أسس معروفة يعني مثلا الاهتمام بالبيئة الريسايكلينج إعادة التدوير نمط الحياة الصحي نمط الحياة الصحي النظافة الشخصية النظافة العامة حاجات دي كده كده والفونكس فبعا أكيد حاجات أكيد بتكون موجودة في كل مناهج Connect طيب عندنا في الجرامر هنا إنه يبدأ ياخد الجملة الأمرية Touch your nose المس أنفك فيلمس أنفك This is my nose Touch your hands اغسل إيدك Touch your eye المس عينك Clap your hands سقف حاجات دي ممكن تتقلو في شكل game حتكون جميلة جدا معا طيب يا جماعة حلوين أوي 2 units دلوقتي إن إحنا هنقول إيه اللي هيقبله في أول 2 units وحنكمل بعد كده بس مش عاوزين نخلي الفيديو كبير يعني عايزين الناس ما تزهقش Thank you for watching شكرا المشاهدة ما تنساش اللايك الجميلة يعني نبص كده على الاشتراك لو إحنا لسه ما اشتركناش نشترك علشان إن شاء الله جاي حاجات جميلة جدا على القناة ويوصلك إشعر بيها معمول الله بكل أسف خلاص خلصنا سلام جود بقى